بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم زكري عبدالعلي MVP ميكروسوفت و MVP مباركة ديرو وتكليد نواصل في دورة Fast API الدرس الثامن عشر وسنتكلم على كيفية تصدير أو توزيع تطبيق Fast API لأعتبر Backend أو Rest API إلى Azure Services وبالتحديد Azure Web App أي Azure API App وسيكون هذا الدرس مشترك ما بين Azure App Services سيكون الدرس الخامس عشر إن شاء الله إذن آخر ما قمنا به هو كيفية تصدير التطبيق إلى Docker في Local في On-Promise حتى لا يوجد سيرفر عندما نقول On-Promise من المفروض أن نتكلم على سيرفرات لكن هنا On-Local يعني عندي جهازي وفيه Docker Desktop وتحصلنا على الصورة ونفذنا Docker Image ونفذنا التطبيق أوكي الآن نريد إرساله إلى Azure إلى Azure حيث تكلمنا على Azure App Services لابد أن تذهب إلى هذه الدورة الجميلة حول App Services ومختلف الأدوات الموجودة في App Services الأربعة وتكلمنا على API App إذن نريد الآن توزيع التطبيق على هذا المساوء في API App فكيف نعمل ذلك؟ هنا شرح لكل الأدوات لم نتطرق إلى بعضها لكن سنكمن إن شاء الله لاحقاً كي نتعامل مع Azure App Services أو إرسال Fast API وتوزيعه على مستوى Cloud Azure لابد أن يكون Docker موجود في سيرفر موجود في مكان ما فمن بين الأمكنة التي نمكن أن نضع فيها التطبيق هي مثلاً Docker Hub وهو عندما يكون سواءً Private أو Public يعني يقبل الأثنين لكن منصوح هو بالOpen Source منصوح بالأدوات البيبليك لذلك عندما يكون عندي تطبيق وأريد أن يتعامل مع Azure AD وخدمات Azure الأخرى مثل بعدها حين يعني تعاملنا في التطبيق مع Local File اسمه User JSON موجود في Local بعد قليل سنتعامل في الدرس القادمة سنسعمل مع Azure Storage ونضع فيه ملف في الـ JSON في Azure Storage ونتعامل معه إذن عندما يكون عندي Azure عندي تطبيقات عندي أشياء موجودة في Azure فأمل أحسن أن سأعمل شيء موجود هنا في Azure اسمه Container Registry وهو وهو مثل Docker Hub حيث سنضع فيها image Docker ونستغله ب App Service ونستغل سورس الخاص به هنا فللتعامل أولا لابد أن ننشئ الخدمة التي هي Container Registry نعمل Create لـ Container Registry ونختار resource group أنشأناها منذ بداية دورتنا في Azure عدنا حوالي خمس دورات في Azure وتعملنا كثيرا مع resource group بعد ذلك يطلب مني أعطاء name لما أنا سميته Fast API Service أضر المهم سنعطيه Fast API Registry مثلا Registry Fast API Registry لا يقبل Fast API لماذا أصبح سيرفر اسمه Registry Fast API dot Azure dot au هذا هو سيرفر الخاص بالRegistry فأختار Location لا أغير شيء ثم أعمل Next هذا كل شيء نعم وأعمل Create أنتظر قليلا حتى يكمل deployment أو إنشاء service هذه الخدمة على مستوى Azure وأذهب إلى هذه الخدمة بعد الانتهاء أذهب إلى Access Key وأعطي الصلاحيات كي أستطيع أن يعطيني Login Password وأستطيع استغلالها فأحتاج إلى server أنا حضرت code هنا سنستعمله إذن أحتاج إلى server أحتاج إلى user name وأحتاج إلى password أوكي بعد ذلك روجستري هنا سأجد من المفروض كل Docker image ستحفظ هنا في هذا المكان أوكي في هذا المكان هذا كل شيء الآن عن طريق تعليمات كيف أو كيف نتعام مع زر روجستري بعدما نرسل Docker image هنا كيف سنتعمل معه إما عن طريق Kubernetes Service أو container instance أو أيضا هذه لا أعرف ها لكن نستطيع أيضا استعمال كما قلت الموقع باستعمال container instance أو Kubernetes Service وهناك أيضا استعمال webapp أو API app المستعملة أصلا لل API ونحن أنشأنا API سنستغله بفراند mobile أو front web إلى آخر إذن سنستعمل publish container image ونستعمل كيف تكون عندي من هنا لأن بعد ذلك سننقش pipeline خاص به لابد أن يصل إلى source ويعمل إنشاء Docker ويرسله يعمل push تعليمات Docker مثل git يعني هناك push لإرسال code source إلى Docker أو لإنشاء الإماج يعني فهنا التعليمات سأنا حضرتها وسنستعملها مباشرة هنا إذن التعليمة ماذا تقول لابد لابد أن تعمل login identification فتعطيه server هنا اسم server ثم login ثم password سنأخذ هذا الكود ونكتبوه هنا login success إذن فتحت الاتصال مع Azure الآن سأعمل build للتطبيق باستعمال اسم server الذي أخذته من هناك و tag هنا ال tag نحتاج لهذه Docker image لابد نعطيه key value يعني tag للإسم وسنترك هكذا ما في مشكل فهو اسم فقط invalid tag registration build لم يقبل أظن أنه Magiskill insert هنا هي insert tag و نغير لا يقبل أيضا سنغير الإسم إذن فاست API فاست API وهنا tag a أوكي هنا ثم بعد ذلك قلنا له فاست API tag a ثم نعمل push الآن سنرسل بعدما عملنا build الموجود في اللوكال الآن سنعمل push لإرساله إلى Azure طبعا نعمل docker push رجستري يعني اسم السيرفر docker push وبعد ذلك اسم السيرفر ثم اسم ال tag الذي أنشأناه سابقا اينها الخاصة نعم لا توجد نقطة في الأخير وننتظر حتى يرسله إلى السيرفر إذن بعد الانتهاء من المفروض يعني أتحصل على Docker image هنا لكن ليس عندي صلاحيات ليس أدري لماذا سأبحث عن هذه المشكلة ربما فعلا ليس عندي صلاحيات مع ال count هذا سأبحث لاحقا الآن سأنشئ تطبيق up service من نوع API up API up إذن أنشئ تطبيق رس API سأسميه fast API my up fast API مثل ما عملنا وسأقول له Docker هنا لا ننسى Docker وليس CultSource سأختار Unix وأختار France Central وأعمل Next أوكي Signal هنا إما Quick Start أو Azure Container Registry أو Docker Herb أو سيرفر محلي خاص بالشركة مثلا أنا أقول له لا أنا أحتاج إلى Azure Container وأطماتيكيا تعرف على fast API tag 1 وكل لأنه عندي واحد فقط فتعرف عليهم أوطماتيكيا وسأعمل Next Text أعمل Create وبعد ذلك أضغط على Create وأنتظر حتى يقوم أذهب الآن وأجد معلومات الخاصة بال API و سأنسخه أو أفتح مباشرة بسم الله بسم الله في البداية سيطلب وقت لأنه أول مرة يفتح والحمد لله كما تلاحظون كل شيء شغال للتذكير هناك خطأ في القود عندما لاحظ ذلك صححته وهو أننا نسينا عندما غيرنا ضفنا المصار Up لم أضف هذا فضفته قبل أن أعمل deploy أوك إذن get token نتقطع عائز كنا أن علي موجود و كلمة المرور هي بي 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 وعندي جي دي بي تاكن جي دي بي تاكن أفتح بصمان الآن آمن نسخ وأذهب إلى URL الخاص ب Azure أين فتحته نعم هنا ونذهب إلى هنا و و وكما تلاحظون هذه ال data ال API يشتغل بنجاح إذن تعلمنا اليوم كيف نعمل deploy عن طريق بي شارم وعن طريق تعليمات دوكر إلى إرساله إلى Azure Registry إذن تعلمنا أيضا استعمال Azure Registry container وتعلمنا أيضا كيفية تعمل deploy على Azure API هذا كل شيء في درس هذا اليوم إن شاء الله في الدرس القادم سنغير سنحذف data من هنا ونفتحها على مستوى Azure ونحاول الاتصال مع Azure وهذا الدرس موجود مسبقا في دروس البيتون ونحاول